الخبر الأول اللي عدنا عن أنس وأصالة وإصابتهم بالكارونا أتوقع أغلبكم شاف مقطع أنس وأصالة اللي يعلنوا بي عن إصابتهم في مرض الكارونا ولكن بنفس الوقت نقدر نقول طمنونه إنه حصيرون بخير فالله يشافيهم يا رابو والله يوخر هذا البلاء عن العالم طبعا بهذا المقطع قالوا كلام كونيش مهم أتمنى من الكل يروح يشوفه والله يشفيهم الخبر الثاني اللي عدنا عن وسام تيكيت وقصف البيسان لا مو هاي بيسان وإنما هاي بيسان فوسام نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي حاط في حية لونها برتقالية وبنفس الوقت كاتب نورتي والله أتوقع الأغلب يعرف أنه بيسان يلقبوها بالحية البرتقالية طعا هو الوضع بينتهم مزحي يعني ما بينتهم أي مشكلة بينتهم يعني الخبر الثالث اللي عدنا عن أنس وعن وصول حسابه الإنستغرام للثلاثة مليون متابع فألف مبروك على هذا الرقم وعقبال عشرة مليون يا رب ولا تنسوني حبايب تبارك ولا بالكومنتات وبس والله الخبر الرابع اللي عدنا عن نور مار وأتوقع لبكم شاف مقطع نور مار اللي أعلن بي عن أغنية الجديدة اللي رح تنزل اليوم السبت فأنا فس حبيت إنه أن أزلكم هذي الصورة اللي بيها التوقيت وش وقت رح تنزل الأغنية بحسب أغلب الدول العربية وغير العربية بالنسبة لأشخاص حابين يكونوا الأول أشخاص يسمعون الأغنية فأحفظوا التوقيت وتجهزوا للأغنية وطبعا أريد أشوف حمادكم يا جلادي الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان إسماعيل أو اللي قدر نقول هو مو خبر وإنما تحدي إلكم فبيسان إسماعيل نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كانت تغني في أغنية شوفوا الأغنية فالتحدي يا حبايب منو بيكم يعرف هذه الأغنية الشنو أو اليامو الثلسل بالضوء اللي يعرف يكتب لنا بالكومنتات وبس والله هنا وصلنا على هذه المقطعات من المقطع جابكم أدري شوية المقطع قصير ولكن حاولت أختصر لكم أربع أخبار أو خمسة أخبار بأسرع وقت يعني وعرف الدنيا 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 ما تسوى تعلمت عادي عادي يا عادي